السلام عليكم عندي نباتين من النعناع ده النبات الاول مزروع من شهر شايفين مجموع الخضري ممتاز مفيش في اي مشكلة النبات التاني ده مزروع من سنة في نفس الماركن او رصيس مغيرناش الاصيس تفتكروا ليه وصل حالته سيئة للدرجة دي هنا كمان في ازهار شايفين حجم الماركن اللي دور كبير جدا في الحالات دي لو فتحنا الماركن ده حاول نقص الماركن ده حاول القصيس شايفين الجذور ملت معايا الماركن تماما مافيش مجال لانتشار الجذور تاني ودي مشكلة او اهم اسباب ان النعناع يكون معايا ضعيف والنمو او النعناع يموت والنمو يكون ضعيف حجم الماركن لو الماركن صغير او القصيس صغير هتحصل معايا المشكلة دي شايفين انا حوريكم ضول الجذور بس الان عادي ولسه لو لفيت اكتر طبعا هتجيب معايا اكتر من كده فننتبه من النقطة دي تعتبر نقطة اساسية في زراعة النعناع او الريحان او الحبك او اي حاجة من الورقيات حجم الماركن او الاصيس كل ما يكون الماركن اكبر كل ما حيكون افضل والنمو حيكون افضل